اهلا بكم مشاهدي القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر في كل مكان في العالم حلقة اليوم من برنامجكم الضفة الأخرى بتعد واحدة من الحلقات الاستثنائية اللي بنتناول فيها جماعة الإخوان انتشر في الفترة الأخيرة والنهاردة بالتحديد على مواقع التواصل الاجتماعي بودكاست لمحمد منتصر أحد قيادات الجماعة واللي كان بيشغل منصب المتحدث الرسمي للجماعة في اعترافات بتأكد ما كنا بنقوله وبنأكده في برنامجنا وهذا على مدار حلقات سابقة بين جماعة الإخوان جماعة إرهابية مارست وتمارس العنف ضد الشعب المصري والدولة المصرية ليس كرد فعل لعنف الأجهزة الأمنية تجاه عناصرها كما تدعي ولكن العنف والتطرف والإرهاب موجود في البنية العقادية للجماعة منذ تأسسها وبتحاول جماعة الإخوان على مدار تاريخها وهم الناس بأن استخدام العنف والإرهاب كان طريقا ورد فعل للمظلوميات اللي بيخترعوها إلا أن المتابع لأفكار حسن البنة ومرشد الجماعة الأول ومن بعد معظم قيادات ومنظرين الجماعة مثل سيد قدب ومحمد قدب وجيل السبعينيات من قيادات الجماعة يعلم جيدا أن العنف والإرهاب شكلا وجزء رئيسي من فكر الجماعة وعقيدتها ليس هذا فقط بل خرج من رحمها تنظيمات إرهابية أشد عنفا وإرهابت بداية من التكفير والهجرة فنية العسكرية الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد في مصر وصولا إلى تنظيمي القاعدة وداعش وتصدير العنف للعالم اشتركوا في القناة حلقة اليوم هنركز مع حضراتكم على اعترافات أحد قيادات الجماعة بمرسل العنف والإرهاب تجاه الشعب المصري في فترة حكم الجماعة الآن تم عزلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013 بقرار من مجلس شورى الجماعة ولم تكن ممارسة العنف والإرهاب كما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعتهم والوسائل العالمية حالات فردية هذا ما أكده محمد منتصر اللي شغل وقت كبير بمنصب المتحدث الرسمي للكماعة نتابع اعترافات محمد منتصر ثم نعود ونعلق في يناير 2013 اللي هو ساعتها كانت تحت اسم حرق المقرات حماية المقرات وأخذوا فتوى ساعتها دفع الصائل فالقرار أصلا ما كانش قرار الدكتور كمال القرار قرار قديم في هذه المساحة ولما تجي الدكتور كمال وقف في الكلام قرار بقرار وإحنا ساعتها الإسلاميين والإخوان في الحكم في الحكم كان إحنا ساعتها كمان الإخوة يقولك لا إحنا مع البلطجية إحنا مش عايزين الشرطة عشان الشرطة من أوسائل الدولة فإحنا حتى هذه المساحة كانت موجودة في يناير 2013 وساعتها أخذوا من الشعب مجموعات وعشان خاطر يبقى دين المجموعات بتحمل المقرات فأقصد لا هذا القرار مش قرار الدكتور كمال في البداية بالعكس الدكتور كمال نظم ورتب هذا الأمر فيما بعد بقفه في البداية إحنا كنت منشوف بعض الإخوة والله فوق الستين ويبكي ويبكي أنا عايز أكون موجود أنا عايز أشارك معكم فالقواعد بيستمر حتى في الداخل وفي الخارج بص يا دكتور الجماعة حينما أخذ هذا القرار اتاخد بشكل مؤسسي وشوري اتاخد ساعتها زي ما قلت لحضرتك جمعوا ساعتها قالوا نعمل حاجة اسمها مجلس الشورى طبعا مجلس الشورى هو اللي بيعتمد هذه القرارات جمعوا مجلس الشورى لم يكتمل النصاب فعملوا حاجة اسمها مجلس مشورى ياخدوا ثلاثة من كل محافظة على أن يكون الأصل لو فيهم أعضاء شورى لو ما فيش يبعطوا ثلاثة تانية فتم اعتماد القرار بهذا الشكل جابوا مسؤولين مكاتب المحافظات احنا عندنا الاخوان 27 مكتب محافظة فيه خمس مكاتب كانتش فيها اخوان وقتها للظروف أمنية فاتفضل 22 جابوا الـ 22 وأخدوا رأيهم الإدارة العليا بعد كل ده أخدت رأيها طيب كل ده سبقوا ايه سبقوا الجانب الشرعي يعني ده الجانب الإداري قال سعيتها جماعة احنا جماعة إسلامية فالإسلامية الشرع يعني مقدم على الجماعة على الإدارة فناخد الأول رأي الشرع وجابوا الهيئة الشرعية للإخوان عملت أبحاث وجابوا فتاوى العلماء تاخد الأول الرأي الشرعي بعد كده تاخد الرأي الإداري أنا عايزة أقول لك لما حضر 81 اللي هما بسموا جلسة المشورة كان فيه 67 واحد موافق و14 واحد هما الرفضين فالأمر كان ماشي بقرار شوري سليم 100% داخل الجماعة مرة واحدة طلعت دكتور محمود حسين في الخارج في فبراير 2015 ينتكس على قرار جماعة ما زلت أنا الأمين العام للجماعة في حين أن منصب الأمين العام في مصر في الإخوان لازم يكون داخل مصر لأن أمانة الجماعة تتواصل مع أمانة القطاعات السبع قطاعات تتواصل مع أمانة المحافظات أعترفات محمد منتصر ربما لم تصدم البعض خصوصا العاملين في حق الإسلام السياسي والمتابعين لجماعة الإخوان فالجميع يعلم عقيدة الإخوان الإرهابية وممارستها التي كانت دائما ضد الشعب والوطن والمواطن في وقت واحد فقد أسسوا حركات لإرهاب الشعب المصري منذ ثورة 30 يونيو والتي أطاحت بهم وكان هذا بتكليف مباشر للقيادي في الجماعة محمد كمال من مرشد الجماعة محمد بديع وخيرة الشاطر ومحمود عزد بإشراف محمد كمال على الجناح العسكري للجماعة مثل حركة حسم ولواء الثورة وكتائب حلوان والمقاومة الشعبية وغيرها بقيادة محمد كمال مسؤول المكاتب النوعية والذي قتل مساء 3 أكتوبر 2016 في مدهمة لقوات الأمن من وزارة الداخلية لشقة سكانية بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث منطقة المعراج علوي بحي البستين بمحافظة القاهرة بعد أن تصدى للقوات الأمنية بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها من داخله مما دفع القوات للتعامل مع مصدرها مما أصفر عن مصرعه وتم العثور على بندقية ألي عيار 7.62 في 39 وتبنج عيار 9 ملي وكمية من الزكيرة من ذات العيار بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم ونشاطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واختار نيابة أمن الدولة العلي لمباشرة التحقيقات خلونا نتعرف مع حضراتكو دلوقتي على أبرز العملات الإرهابية اللي قامت بها الجماعة ضد الشعب المصري ومقدراته حتى مقتل محمد كمان نشوف ونرجع دا بعد ما شاهدناه في العرض السابق لأبرز العمليات الإرهابية اللي قامت بها الجماعة ضد الشعب المصري جاء الوقت لإلقاء نظرة سريعة لمحمد منتصر واللي بيتعد اعترافاته اللي قدمناها النهاردة بمثابت شهادة دامغة ودليل إثبات من داخل الجماعة على أن العنف والإرهاب متأصل في عقيدتها ونهجة ليس فقط لدى القيادات بل أيضا في كل أعضاء الجماعة وإن أظهروا غير ذلك كنوع من أنواع التقية التي يمارسونها نشوف ونرجع تاقي بعد أن تعرفنا على محمد منتصر نلتقي بحضراتكم بعد الفاصل مع الأستاذ مونير أديب الخبير في شؤون الإسلام السياسي اللي يعلق لنا على اعترافات محمد منتصر فاصل ونرجع لحضراتكم أهلا بكم من جديد مشاهدينا بنرحب مع حضراتكم في هذا الجزء الهم من الحلقة بأستاذ مونير أديب الخبير في شؤون الإسلام السياسي أهلا بحضراتك أستاذ مونير معينا أهلا وسهلا بك وحلقة النهاردة هي حلقة نوعا ما استثنائية للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بودكاست خاص بمحمد منتصر واللي كان لوافاترة طويلة هو المتحدث الرسمي باسم الجماعة واللي بيعترف فيه اعترافات خطيرة ربما حضرتك أو أنا أو بعض المتابعين لهذا الملف ربما ما تفاجئناش بهذه الاعترافات قوي ولكن أعتقد أنها مهمة بالنسبة للمواطنين العاديين أنهم يقدروا يشوفوا هذا الكم من الاعتراف بممارسة للعنف وبتشكيل حركات لإرهاب الشعب وإرهاب المواطنين وإرهاب الدولة خليني أسأل حك في البداية إزاي تبعت هذا الفيديو يعني أعتقد أن ما قاله محمد منتصر لم يكن غريبا محمد منتصر هو أحد مؤسسي حركة ما يسمى بسواعد مصر حسم الإرهابية هذه الحركة التي خرجت من رحم الإخوان المسلمين مثل حركة ضنك وكتائب حلوان والمقاومة الشعبية وميليشيات أخرى ربما مارست العنف وكانت بدايتها أو بذرتها من داخل الإخوان المسلمين محمد منتصر ربما كان متحدثا باسم الإخوان أعتقد في العام 2015 وهو اسمه الحقيقي للمناسبة محمد رفيق وليس محمد منتصر هو عرف بهذا الاسم ولعله في نفس البودكاست قال أن اسمه الحقيقي محمد رفيق هذا ربما يؤكد أن حركة الإخوان المسلمين هي حركة عسكرية لم تكن مارست العنف في الماضي ولكنها مارست العنف بالفعل في الماضي والحاضر وأعتقد أن الفكرة التي طرحها حسن البنة نفسها هي فكرة تحمل في طياتها ملامح العنف وما كان من قادة الإخوان إلا أنهم ترجموا هذه الأفكار على أرض الواقع وأنشأوا هذه الميليشيات التي مارست هذا العنف بهذه الصورة وأعتقد أن حسن البنة المؤسس الأول للإخوان المسلمين قبل وفاته هو من أنشأ ما سمي بالنظام الخاص أو الضراع العسكرية لحركة الإخوان المسلمين بعد المؤتمر الخامس للإخوان تحديدا في العام 1939 منذ هذا التاريخ وحتى هذه اللحظة مارس الإخوان العنف بأشكال وصور مختلفة قد يكون عنف لفظي قد يكون عنف السياسي ومنه العنف الجنائي الإخوان أسسوا وشرعنوا لهذا العنف بعد العام 2013 والعلى محمد منتصر قال أنهم قرروا استخدام العنف قبل ثورة 30 يونيو بستة أشهر إذن لم يكن عنف الإخوان يا دكتورة هو مجرد رد فعل على الثورة الشعبية وإنما قرر الإخوان استخدام العنف قبل قيام الثورة بستة أشهر بما يعني أن الفكرة المؤسسة للإخوان هي تنطوي على فكرة العنف والأمر يختلف عند الإخوان في فكرة أنه متى يستخدمون هذا العنف توقيت استخدام العنف والوسيلة التي يستخدمون بها هذا العنف الإخوان على مر تاريخهم استخدموا هذا العنف ضد أنظمة سياسية مستقرة ضد شخصيات تنفيذية وضد رجال أمن شرطة أو حتى قوات مسلحة وضد مدنيين ولذلك استخدام العنف استخدام الإخوان للعنف بعد العام 2013 لم يكن رد فعل ولم يكن تحولا من الإخوان وإنما كان قراءة لسلوك الإخوان أو استمرار لهذا السلوك على مدار فترات دمانية طويلة حالة الإنكار الدائم اللي بتمارسها جماعة الإخوان طول الوقت من فترات قديمة حتى ممارسة العنف قديما خرج علينا حسن البنة وقال ليسوا إخوان وليسوا مسلمين والآن أيضا عندما قيل أن جماعة الإخوان ممارسة العنف ضد الشعب المصري وضد المواطنين أيضا خرجوا علينا وقالوا لم نمارس العنف ضد الشعب المصري وضد الدولة المصرية هذه الحالة من الإنكار ثم تخرج علينا هذه الاعترافات التي تثبت من داخلهم أنهم مارس العنف وأنهم ضمروا ممارسة العنف قبل ثورة 30 يونيو وبالتالي حاجة تفسر بإيه هذه الحالة من الإنقار لما بنجدهاش في ربما تنظمات أخرى زي داعش اللي لما بتعمل عملية فيها عنف وفيها إرهاب بتطلع وبتصدر بيان وبتعلن عن أنها هي المسؤولة عن هذه العملية هذا ليس تبريرا لداعش ولكن التفسير نفسه أو فكرة المنتاليتي بتاعة التنظمات المختلفة هذه جماعة تعترف في ممارسة العنف وتشرعنه لنفسها وهذه جماعة لا تعترف في ممارسة العنف ولكن بتمرسه الإخوان المسلمون يتعاملون بمكر الشديد هذا المكر الشديد منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها حسن البنة عن تنظيمه في نهاية العشرينيات من القرن الماضي إذن منذ أكثر من 95 عاما والإخوان يتعاملون بمكر شديد الجماعة الإسلامية المسلحة وتنظيم الجهاد وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وغيرها من التنظمات التكفيرية كل هذه التنظمات أعلنت بشكل واضح ومباشر إنشاء ما سمي بالجناح العسكري الذي مارس العنف بوضوح وكانت هذه التنظمات تمارس العنف وتعلم مسؤولياتها عن العنف الإخوان تعاملوا بشكل مختلف لك أن تتخيلي أن المؤسس الأول حسن البنة عندما أسس للعنف سمى الضراع العسكرية للإخوان بدلا من أن يسميها بالجناح العسكري سماها بالنظام الخاص وعندما أعاد الإخوان استخدام العنف بعد العام 2013 بدلا ما يسمي الضراع العسكرية للإخوان سماها اللجان النوعية ولذلك الإخوان طيلة الوقت يتعاملون بتزييف للواقع ولذلك هم نجحوا على مدار أكثر من 95 عاما في تزييف وعي المصريين طول الوقت بيقدموا نفسهم على إنهم تنظيم دعوي لكنهم في الحقيقة هو تنظيم شبه عسكري يستخدمون العنف وفي نفس الوقت ينكرون استخدام العنف ولذلك حسن البنة الذي خرج ببيان اعترض فيه على اختيار رئيس وذراء مصر محمود فهم النقراجي ووذير داخلياتها وقال في بيان ليسوا إخوانا وليسوا مسلمون هو الذي خرج في العام 1939 بعد المؤتمر الخامس وقال نصا أننا سوف نستخدم القوة حين لا يجدي غيرها وقرر منذ هذا الوقت إنشاء ما نسميه نحن بالجناح العسكري وما سماه حسن البنة وقتها بالنظام الخاص إذن الجناح العسكري للتنظيم أنشأه حسن البنة الذي قتل رئيس وذراء مصر واغتاله واغتال عددا من المدنيين واغتال شخصيات قضائية ومارس العنف وأصله ثم نفاجأ بحسن البنة عندما يقوم النظام الخاص بقتل رئيس وذراء مصر واغتاله في نفس هذا التوقيت يطلع لنا حسن البنة ويسمي من قاموا بتنفيذ هذه العملية وبعمليات أخرى زي القاضي للخازندار بأنهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين وهذا يدل على مكر التنظيم ويدل أيضا على أن التنظيم يكذب كما يتنفس دائما يا أستاذ مونير ما بتصدر جماعة الإخوان لأوروبا وللخارج أنها هي الجناح المسالم للتنظيمات الإسلامية وأن خير لكم أن تتعاملوا معنا من أن تتعاملوا مع داعش ومع التنظيمات الأكثر عنفا منها هل تعتقد بأن مثل هذه الاعترافات ممكن أن تغير في الرؤية الأوروبية لنظرتها تجاه جماعة الإخوان؟ يعني أولا من داخل حركة الإخوان المسلمين خرج كل التنظيمات المسلحة بلا استثناء بداية من القعدة وانتهاءا بتنظيم داعش ومرورا بتنظيمات أخرى مثل جماعة الشوقيين والتكفير والهجرة باعتراف قادة هذه التنظيمات الذين كانوا جزءا من الإخوان المسلمين يعني أعتقد أن أيمن ظهري خرج قبل ذلك في تسجيل صوتي وقال أن أسامة بن لادن كان من الإخوان المسلمين وخرج يوسف القرضاوي وقال أيضا في تسجيل صوتي ماذا لموجود على موقع اليوتيوب أنه قال نصا وهذا الكلام ينسب إلى يوسف القرضاوي أن أبو بكر البغدادي زعيم يسمى بحركة داعش كان من الإخوان المسلمين وأيمن الظواهري نفسه قال في أحق كتبه وتحديدا كتاب فرسان تحت راية النبي قال أنه هو كان من الإخوان المسلمين وأنه صافر إلى أفغانستان بتوصية من الإخوان وكان وقتها يعمل بما يسمى الجمعية الطبية وهذه الجمعية كان قد أنشأها الإخوان المسلمين وكان يعمل بداخلها والإخوان هم الذين قاموا بتسفيره إلى أفغانستان فضلا على أن شكر مصطفى كان أحق قيادات الإخوان المسلمين وهو مسؤول ما يسمى بجماعة التكفير والهجرة إذن كل التنظيمات المتطرفة التي استخدمت العنف خرجت من رحم الإخوان ولذلك من المهم يا دكتورة أن الإخوان لم يمارس العنف أزمتنا مع التنظيم أنه لم يمارس العنف فقط وإنما ممارسته العنف له علاقة بالأفكار المؤسسة التي طرحها حسن البنة إذن الخطر ليس فقط في سلوك الإخوان وإنما في أفكار الإخوان التي طرحها حسن البنة والتي يؤمن بها الإخوان في الشرق والغرب ودعيني أعلق على نقطة لها علاقة بأوروبا والدول الكبرى التي تتعامل مع الإخوان من منطلق أنه تنظيم دعوي أعتقد أن كل هذه الدول ترى أن الإخوان مسؤولة عن ممارسة العنف وأن الإخوان هم النواة الحقيقية لكل التنظيمات المتطرفة ولكن هذه الدول تستخدم الإخوان كجماعة ضغط وجماعة متطرفة لتضغط بها على الأنظمة العربية المستقرة إذن التعامل مع الإخوان من قبل الغرب له علاقة بأن هذا التنظيم طوع نفسه لخدمة هذه الدول ولكي يكون بمثابة خنجر مسموم وربما في ظهر الأنظمة العربية المستقلة وفي ظهر أيضا الشعوب العربية والإسلامية أشكرك شكرا جزيلا أستاذ منير أديب نورتنا في الحلقة وأثرتنا بأجابتك على هذه الأسئلة أعزائي المشاهدين فاصل قصير سما نعود مع دكتور عمر عبد المنام الباحث في الحركات الإسلامية حجوم إسرائيلية غير مزبوقة على قطاع غزة إسرائيل تريد يعني اشتياح بري كامل شامل ليلة دامية من التواغل البر الإسرائيلي وصلت من قطاعيات الاحتلال فصها العنيف غزة من قطاع العالم يعني يحمل السفرات فيها تماما اليوم الوضع كارثة الإنسان في قطاع غزة الآن لا يستطيع الاتصال والإسعاد إسرائيل سعادت من إجرامها على تأتجاه أهلنا في قطاع غزة الاقتحام الذي حدث ليلة أمن وهو كان كبيرا التغطية مستمرة على القاهرة الإخبارية أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومعانا في هذه الفقرة الدكتور عمرى عبد المنعم الباحث في شؤون الإسلام السياسي أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور ويعني زي ما قلت في البداية هذه الحلقة حلقة استثنائية ربما لظهور فيديو جديد على معاقعة تواصل اجتماعي لمحمد منتصر واللي كان في قد ملاقات متحدث باسم الجماعة والاعترف فيه اعترافات تفصيلية واعترافات خطيرة حول ممارسة الإخوان للعنف وقرار ممارسة الإخوان للعنف ضد الشعب المصري وضد الدولة المصرية في يناير 2013 وربما حضرتك وأنا والمتابعين لملف الإسلام السياسي ما تصدمناش في هذه الاعترافات لأننا نعلم أن هذه عقيدة متجزرة ممارسة العنف لجماعة الإخوان ولكن أعتقد أن عدد كبير جدا من الجمهور ربما ينصدم في هذه الاعترافات تعلينا على حياتك شفت الفيديو زي الفيديو طبعا بالنسبة لي ليس جديد لأنه منذ حوالي ثلاث أعوام أصدرت جماعة الإخوان وأصدر الخلايا النوعية وما يطلق عليه مجموعات حسم ولواء الصورة فيديو أطلقوا عليه اسمه ساعات الحسم اعترفوا فيه بشكل كامل ونشروا فيه الخطة لاغتيال الشهيد المغفور له بإذن ربي هشام بركات وكان طمعا بيدير هذه الخلية أو هذه المجموعة بطريقة منظمة وبشكل تدريبي منذ 2013 يحيى موسى يحيى موسى بالطبع ظهر منذ حوالي أربع خمس شهور على منصة جديدة بودكاست أطلقوا عليها الميدان الميدان نسبة لميدان التحرير عودة الصورة من جديد وظهر فيها كأنه ضيف في لحظات أو في بعض البودكاست وفي البعض الآخر وكأنه هو المزيع وهم المجموعة بتوع خلايا النوعية المجموعة الرئيسية اللي بتتحدث فيها الفيديو طبعا دقيق جدا وخطير جدا وفي اعترافات تفصيلية أن هذا هي منهج الجماعة منهج الجماعة وليس منهج الخلايا النوعية أو التنظيم السري أو النظام الخاص جوه الجماعة وده الخلاف أو هو ده الرؤية اللي على مدار تاريخ الإخوان بينكرها الإخوان أو بينكرها بعض المنتسبين للإخوان من من لا يعرفون الجماعة ولا يعرفون أفكارها ولا يعرفون ميراثيها الفكري وتاريخيها عبر سنوات كبيرة الأهم والأخطر أنه منذ تأسيس النظام الخاص سنة 1939 مرورا باغتيال أو عمليات العنفة التي مرسها الإخوان مع النقراشي والخزندارة وحجم طار بوديس العاصمة سليم زاكي كل هذه الأمور تحاول الجماعة أو الكتلة الرئيسية أن تصدر للناس وتصدر للمشاهدين أو من المتلقين أن الجماعة بريئة تماما من فكرة العنف والإرهاب والقتل وما إلى ذلك حدث هذا مع تأسيس النظام الخاص وخرج البنة بالبيان الشهين ليسوا إخوان وليسوا مسلمين ثم حدث داخل الجماعة بعد صورة يوليو وحدث صدام عنيف ما بين المرشد حسن الهضيبي وعبد الرحمن السندي وكتلة الرئيسية للجماعة كانت تميل إلى العنف وهنا العنف أو رؤية المواجهة مع الأنظمة ووجهة مع الحكومات التي يطراها الجماعة الإخوان الكافرة ليس عنفا رئيسيا يعني الجماعة ترى العنف والمواجهة ولكنه في أوقات نستخدم أو نطلق ما نستطيع أن نستخدمه من السياسة وما إلى ذلك من الأمور حتى لا نظهر برؤية مخالفة للرأي العام فيصدم الناس ويصدم الناس في دعوتين هذا حدث سنة بعد خروج الإخوان من السجون أيام السادات ثم حدث مرة أخرى عندما تولى عمر التلميثاني وفوجئ بالنظام الخاص داخل الجماعة وهذا يمكن استدعى الأستاذ بختار نوح وأنا حررت هذا الجزء معه في الجزء الثاني وهو يتحدث عن عودة النظام الخاص في 82 ل86 في المجموعة التي كانت في تنظيم الإخوان في عن شمس والمطارية وجعلت يصدم في القرارات التي كان يأخذها التلميثاني وأحيانا كانت تدار بشكل عكسي جدا عن طريق محمود عزة وخيرة الشاطر هذا حدث في 2013 عندما استشعر الإخوان بشكل أو بآخر ومكاتب الإدارية بأن هناك تحرك كبير من المجتمع المصري يرفض سياستهم ويرفض أفكارهم ويرفض تصوراتهم التي يفرضونها على الناس أخذ من كلام حضرتك للحديث عن إنكار جماعة الإخوان طول الوقت لممارسة العنف ويعني حضرتك كان لك تجربة ثرية مع جماعة الجهاد والمتعارف أنه كل الجماعات التي مرست العنف هي جماعات خرجت من رحم جماعة الإخوان لماذا تنكر دائما جماعة الإخوان ومارسة العنف على عكس تنظيمات أخرى تعترف وتفخر بمارسة العنف مثل تنظيم داعش فكرة الإنكار رؤية أساسية عند جماعة الإخوان المسلمين منذ مداية نشأتها فهي تتعامل برؤية باطنية رؤية سرية حتى لا يصدم كثير من الأتباع هو يصدر أحياناً للمدعو أنه يقوم بحماية الدين يقوم بنصرة دين رب العالمين يقوم بالتعامل مع قضايا الدين ومنصرته وبالتالي يتنافى مع الأساسيات الرئيسية في الدين والشر هذه الرؤية استحبت دماعة الإخوان المسلمين عبر تاريخها بشكل كبير جميع الأحداث التي حدست أنكرتها الجماعة بخلاف تنظيم الجهاد مثلاً كانوا يفتخر بقتل السادات بخلاف تنظيم الجماعة الإسلامية كان يفتخر بقتل المحجوب بخلاف تنظيم داعش لا تجد تنظيم داعش يفعل عمل إرهابي إلا ويمر يوم أو يومين ويعلن التنظيم أعتقد أن الرؤية والعقيدة واحدة وإنما فقط هم يريدون تصدير صورة مختلفة ومسلمة لدى الشعوب هو معين واحد صحيح هو معين واحد رؤية واحدة تربية واحدة لذلك عندما نعترض على الإسلام السياسي أو تسييس الدين بننطلق من هذه الرؤية مؤخراً ظهرت في شركة المتحدة مسلسل الحشاشين ومسلسل الحشاشين جاء ناس كثيرة جداً تعترض وتقول ليه المقارنة ليه الحشاشين بالإخوان المسلمين رغم من المسلسل ما تحدثت على الإخوان المسلمين صحيح بشك مباشر عندنا الرؤية الشرعية التي أخرجتها دار الإفتاء المصرية والأظهر الشريف هناك رؤية شرعية أو الرؤية الخاصة بمناط العلة مناط العلة عندما تتفق جماعة أو تنظيم بنفس الرؤى والأفكار على فرقة أو جماعة كانت من الحركات البطنية تنطبق عليها نفس العلة وهذا هو أفضل وكل حركات الإسلام السياسي زي ما حضرتك قلت ربما هم نفس العقيدة وكلهم خرجوا من رحم جماعة إخوان بشكرك شكرا جزيرا دكتور عمرى بهم على تشريفك لنا في السوديو وعلى إجاباتك أثرية جدا على أسئلتنا وبقول لحضراتكم أن بالطبع ما قام به بالإعتراف محمد منتصر في هذا الفيديو من ممارسة جماعة للعنف والإرهاب وأن الجماعة كانت تخطط لها من قبل ثورة أو من قبل ثورة 30 يونيو بستة أشهر وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت بصدد إنشاء شرطة إخوانية تشبه إلى حد كبير الحرث الثوري الإيراني وبالتالي فالجماعة كانت تريد إنشاء دولة موازية وإلغاء كل مؤسسات الدولة ليس جديدا على الجماعة ولم يكن هو أول من يعترف من داخل الجماعة على إرهابها بل سبق العديد من قادة الجماعة فقد ظلت الجماعة وبعض الباحثين والدارسين لجماعات العنف ينفون ويستنعدون مسؤولية جماعة الإخوان عن محاولة اغتيال جمال عبد الناصر وفيما بعد عرفة بحادث المنشية إلى أن جاءت اعترفات عدد كبير من قيادات الجماعة بالمسؤولية في عدد من الفيديوهات الشهيرة ولحضركم تقدروا ترجعوا لها على موقع اليوتيوب في النهاية بشكركم شكرا جزيرة مشاهدين على طيب المتابعة كنتم معي أنا داليا عدميحيم الأسبوع القادم لقاء جديد كونوا بخير دائما